السيدات والسادة مساء الخير في حياتنا نتحدث كثيرا عن الثقافة عندما نتناول العلم والتعليم ونطمح للتقدم نحتاج إلى الثقافة وعندما نواكه تهديدا لتاريخنا وهويتنا نلجأ للثقافة ونحتمي بفنونا وحضاراتنا وعندما نتحدث عن المستقبل والطموح في اللحاق بالعصر يكون سبيل دائما دعم العلوم والفنون والثقافة اليوم في حديثنا من مصر سنتحدث عن أحوال الثقافة في بلادنا نتحدث عن أنشطتها وحضورها ليس في القاهرة وحدها لكن في كل مكان على أرض مصر في القرى في الصعيد في قصور الثقافة في المدارس والجامعات نتحدث عن الكتاب المصري وعن حركة الترجمة عن المصرح والسينما والموسيقى والغناء وأين نحن من فنون لنا فيها السبق والريادة اليوم نلتقي بالمسؤول الأول عن الثقافة في مصر وزيرة جاءت من ساحة الفنون الرفيعة وأستاذة أكاديمية لها إسهاماتها في حياتنا الفنية نسألها عن الحركة الثقافية في مصر وعن جهود وزارة الثقافة ليصل تأثيرها إلى كل مكان عن الثقافة عن أحوالها وفنونها عما نريده لعقل ووجدان المصريين حديثنا اليوم من مصر أهلا بكم